الآن بتاريخ 11 أكتوبر 2021 صباح برحة المدارس صباح برحة الزحمة كمان خدوا بالكو الطرق ابتدت تبقى زحمة عشان طبعا رجوع أولادنا لعام دراسي جديد ابتدينا من يوم السبت اللي فات رسميا عودة عام دراسي جديد وعودة المدارس يارب تكون سنة سعيدة وياريت ناخد بالنا طبعا الإجراءات الاحترازية والوقائية لأطفالنا أقل من سنة 18 سنة ياريت ينزلوا طبعا لابسين الكمامة لابسين الفيس شلد بتاعهم ناخد بالنا كمان من التباعد الاجتماعي ندي أولادنا كده شوية نصايح عشان يعني نتبع شوية إجراءات عشان نقي أولادنا إن شاء الله ما يكونش فيه أيها خليني كمان أقول لحضراتكم يعني ياريت نبدأ سنة جديدة تكون سنة مليانة نعمة وبركة ياريت ندي أولادنا طاقة إيجابية يعني إحنا بقالنا فترة وقفين ونتبع الأولاين والأهالي شوية بقالها فترة ناسية إن إحنا ننزل المدارس وناخد أولادنا ياريت ندي أولادنا طاقة إيجابية صباحية وإن شاء الله تكون سنة دراسية سعيدة على أولادنا خليني أذكر حضراتكم بفكراتنا زي ما إحنا متعودين بنبدأ دايما بفكرتنا الإخبارية هنتابع فيها النهاردة نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس وأهم اللقاءات والاستقبالات اللي قام بيها مبارح وهنعرف تفاصيل هذه اللقاءات في فكرتنا الإخبارية طبعا إلى جانب العديد من الأخبار اللي بيكون معانا فيها مدخلات هاتفية لمعرفة مزيد من التفاصيل فكرتنا التانية فقرة الصحافة اللي بنحلل فيها أبرز المنشتات اللي بتعتلي أغلب الصحف المصرية وده يكون من خلال ضفنا واستاذ عادل السنهوري الكاتب الصحفي هنحلل معاه المنشتات الداخلية وأيضا منشتات الخاصة بالأخبار الخارجية فكرتنا التالتة والأخيرة زي ما احنا متعودين كل يوم اتنين بتكون معانا فقرة خاصة بالسياحة والأثار هنتكلم النهاردة عن طريق في الأخصر يسمى طريق الكباش أو الكباش طبعا إحنا عارفين أو سمعنا إنه من نكرر إن العام يعني نهاية العام اللي احنا فيه نهاية العام الجاري هيكون فيه احتفالية وقرنفال كبير جدا يعني بتشبه نقل المميوات اللي تبعناها طبعا نقل المميوات الملكية في القاهرة هنتبع حدث كبير في الأخصر هنعرف تفاصيل الحدث وهنتكلم كمان عن طريق الكباش بالأخصر ونعرف يعني أهم مقاصد المقاصد السياحية في الأخصر مع عضفنا اللي يكون معانا النهاردة أستاذ دكتور أحمد بدران أستاذ الأثار والحضارة الفرعونية بكلية الأثار جامعة القاهرة خلونا في البداية نخرج لفاصل مشاهدينا ونرجع نبدأ أول فقراتنا فقرتنا الإغبارية حالي كمان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة